موسيقى نشوفوها برشا جس هي حاجة مسكوت عليها من اسموش بيها المرة هذية سمعنا بيها صارت في الغزو سمعنا بيها أترافر الغزو من دو بي حماية الطفولة يخدمو برنسيبالما على البروبليماتيكي العمرات تلك اللي تعدى بيها الصغير ما لازمش يكون اكسبوزي هاكي كاوحدو في الانترنت باش نخليو صغير في انترنت لازم يكون فما مرافقة بخانت البريود متاع فترة المراحقة وما قبل المراحقة اللي مربوطة زادا شوية بمرحلة البلوغ هذي كا اللي ينبو كريتيك على خاطر هاكا لازغمان قاعد حاجة في بدانا قاعدا تتبدل فما لازبي سكسوال يبدأ يظهر نبدأ ونحسو به غيرما دونك وقتها وقتها سيان بو كريتيك ما لازم يكون فما مرافقة كيما في فترة المراحقة كيما قبل نجمو نبدأ ودجا بالسوق الاستعمال المفرط للانترنت نحطو صغير في قدام دي زكران ونخليو هذيك نوع من الاهمال معناها يعتبر كمسي احنا تعدين على كيفش لازمو يعدي نهارو كيفش لازمو يعيش يكتشف يلعب نلقاو زادا السيبارة سلمان التنمر اللي يصير في الانترنت التحرش الابتزاز اللي كالكسوا جنسي وإلا نصوروا تصويرا خايبة ونحبط لك تصويرتك سورتو هذي حاجة نلقاوها برشا عند المراحقين في اللي كاليج فما دي جروپ اللي يتعملوين نبدأ ونضحقو لبعضنا اترافر دي مساج خايبين نبعفو لبعضنا دي مساج خايبين بش نهارسلوا عبد معين هذي ينوع من الفيولانس كيف كيف الفيولانس السيكشوال اللي تجي تبدأ باللأكس ساعت انتي تبدأ تلعب في جو وإلا حاجة وفما هكالي ببليسيتي الكونتوني اللي يبدأ نوها دابتة للعمر متاع الشخص دي حاجة شكنت صادمة كي ما زيدة تصاور متاع في فيولانس كبيرة كي ما نلقاوها مثلا حاجة فيها برشا غاسيزم كلم خايب اي عبد في الانترنت ينجم يكون عرضة للعنف وكي يبدأ صغير وقتها الامباكت يكون كبير برشا الاجرسور هو اي عبد ينجم يكون عنده اكسي لانترنت ويقول حاجة معناها كي ما قتلك ساعة الكلم اللي احنا نقولوه يبدأ ادولت اللي نجم يكون في اتاة ستابل ويكتب دي مساج يكتب دي كومنتار فيهم فيولانس سكسوال كي ما نلقاو دي بروفيل اللي في اتاة باتولوجيك معناها في حالات مرضية اللي يمارسوا الاعتداءات الجنسية على الاطفاء بين المراهقين في بعضهم نلقاو زايد حالات مربوطة بعدم الوعي معناها وسنسيميليزاショن اللي ناقص والتوعية والتثقيف الجنساني اللي ما هوش موجود كل الولي ام والابو معناها زوز مسؤولين على التربية والمرافقة متاع الاطفال الولي لازموا يعرف الصغير متاعوا بش نجم يلاحظ الشانجمات كيفش نجموا اندتاكت اللي صغير هذك في قلق في داتخاس بسيكولوجيك بالتغيير معناها اي تغيير في السلوك متاع صغيري كان سبات ولا ما متقلق يقعد واحده فما حزن فما فلشيسمون سكولار نوتيتو طاحت ولا دي مع العصاب ومفجوع ولا أجيتي ولا يقعد دي مع قعد واحده ولا فما إحاقت جنسية كلام فيها حاجات جديدة مش قعدة تتقال افعال وسلوكت فيها طابع جنسي نبدأ نلاحظ في اللي صغيري قاعد يعملها وكيما قلت معناها الفكرة انه يكون فما تغيير معناها صغيري في العادة ما هو هكا انفيق اللي فما حاجة اللي تبادلت في السلوك متاعه انا ولي عندي طفل في الدار فما نجمش نعطيه نعطيه تليفون وأكسي لانترنت ونخليه كمسي عطيته كرهبة قلت له ادخل ادخل في حيد معناها المرافقة تبدأ مصغرة مرافقة وعلاقة فيها ثيقة ما فيهيش خوف ما فيهيش ترهيب معناها الإدوكاسون لازمها تتبني على قواعد نعيش بقواعد عنا وقت عمر نستعملو فيهي تليفون وقت نستعملو فيهي تليفون و التوعياء كيفاش نستعملو الانترنت شنو الحاجة اللي نرجمو نلقاوها اللي فما أسرار بيني الوييك مش كما عبد اخر تيقول لك راهو فما صر به فما صر خايب الولي معناها دوره أساسي انو هو يواعي صغيرو بغبور لسكسواليتي بغبور الكنسانتمن انك حتى حد ما يمسك كي عبد يقول لك هذي سر وصر فيه حاجة في علاقة بدنك في علاقة بحاجة اللي تمسك لي وزيد دا مصغرة معناها نحب جنسيست انو الحاجة هذي كونسطركسون بيني يبدأ ملي هو ببي ما نبدلوش الكوش قديم العبيد الكل ما نعريش صغير قديم العبيد الكل نفسروا الانتيميتي فما حاجة لزمها تصير انبري فما حاجة تتقل انبريك هكا معناها نبدأ ونربي ونرافق مهم برشا انو نقولو للاولياء هما بيدهم في ايبوزما ساعات ما نعرفوش ساعات تمشي الحاجة واحنا ما فيقناش بيها وي ساغيف ودور معناها دورنا المهم في هذيالكوليكا انو نقعدو ديما سليد مع بعضنا دور الدولة في هذيالكوليكا تفعيل القوانين معناها تفعيل القوانين تفعيل القوانين غنفوخصي انو احنا نعزو المؤسسات العمومية وانو احنا نحكيو كيما فما ديبانو قاعدين يتعدي وتواف تلفز على اضطراب طيب تواحد حاجة جديدة كيما نحكيو في السجي اللي فيها سكسواليتي كيما نعديو التربية والتثقيف الجنسي في الامانوال سكولير كيما نقولو للعائلات اللي لازم نخدمو على التوعية والتحسيس وتفعيل القوانين ايما زيد معناها مهم برشا انو احنا نراجعو سياسات الاسرية معناها شارج وتفعيل اللي عند الاولياء الوقت اللي نعديو فيها مع صغار الوقت اللي نعديو فيها مع صغار وحتى كنراوحو لده نراوحو ستخسي مانيش مناجمين وكيف كيف اللي هي علاقة بين ام وابو ما هيش افاغ متاع ام وحدها وإلا ابو وحده احنا عائلة وكين تيحو نجمو نطلبو المساعدة من عند العبيدة اللي تنجم تعاوننا في الموضوع هذا اشتركوا في القناة